ينضم إلينا الآن الباحث هو رئيس لجنة المتابعة لقضايا التعليم دكتور شرف حسن أهلا بك سيدي دكتور في بداية الأمر نتحدث عن تقرير ومعطيات نشرت من قبل وزارة التربية والتعليم هل استوقفتك ربما معطيات معينة دون الأخرى فيما يتعلق بالتعليم العربي؟ يعني بداية كل سنة في هذا الوقت مع نشفر نتائج بتحالات البكروت نشوف أنه فيه كثير من الاحتفالات في هاي النتائج أنا أسأل السؤال اللي طالما سألتم هل فعلا شهادة البكروت اليوم بتعكس جودة التعليم بمعنى هل التحسن اللي عم بيصير أحيانا في النتائج بعكس بشكل أساسي تغيير جوهري في جودة العمل التربوي يعني إذا منقارن هذا الارتفاع في النتائج بالأساس يعني ومنقارنه مع نتائج ثاني موجودة بما في ذلك نتائج امتحانات البيضة الدولية اللي بتفرجي أن الفجوات بين الطلاب العرب واليهودي هي تقدر بسنوات تعليمية يعني ليس فقط بنقطة هنا ونقطتين هناك لا بسنوات تعليمية ولذلك البكروت فقط من قيمته في السوق كمان في السوق الأكاديمية وكمان في السوق الاقتصادية لأنه اليوم السوق يبحث بالأساس عن مهارات عن قدرات المدارس المفروضة تبنيها للطلاب يعني التمثف بالبيكروت وعمليا بعد تابع للعالم القديم يعني لا يتبع للعالم الجديد يعني هل نتحدث عن معطيات متخلفة عن الوقت والزمن الذي نعيشه يعني أنا أعتقد أنه يعني سألتني إذا فيه شيء استوقفني أولا يعني خلينا نقول خلينا نكون صراحين البكروت يعني مع كل التسهيلات اللي كانت في السنوات الأخيرة بالذات بعد بفترة الكورونا وقبلها وبعدها يعني قللت من قيمة الامتحان يعني صار أمن السهل أن ينجح الطالب في الامتحان بالذات إذا إحنا بحثنا عن قضية النجاحات لأنه هذا الرقم اللي أنتم بتحبوا عليه هو الرقم النجاح الأساسي يعني في الامتحان للبيكروت ولكن السؤال هو بالنسبة لجودة شهادة البكروت إذا إحنا رحنا لجودة الشهادة ما نشوف أنه وضع الطلاب العرب بعده يعني فوضع صعب بالمقارنة مع وضع الطلاب اليهود لذلك الفجوات ما بين العرب واليهود هي فجوات كبيرة ولكن أيضا الفجوات داخل المجتمع العربي بالأساس على أساس طبقي أيضا تتسع يعني هناك فعلا من يستطيع أن يحصل على نتائج جيدة وجودة بيكروت جيدة وهذا ما نشوفه اليوم في المدارس الأهلية مثلا مش بالصدفة المدارس الأهلية تتبوأ استدارة بينما الطلاب اللي أنه عادة من مستوى أو من فئات يعني أقل من الطبقات المتوسطة والطبقات المسلوقة نشوف أنه الوضع هناك يختلف تماما إذن فيه فجوة بين العرب واليهود ما زالت قائمة فيه فجوة داخل مجتمعنا العربي ما زالت قائمة إضافة إلى ذلك يعني إحنا فيما نحكي أنه هاي النسب من المتقدمين لأمتحان اللي بيقولوا طب شو مع الطلاب اللي بتقدموش لأمتحان إطلاقا يعني أنا صدفة يعني لأني متذكر المعطيات قبل أسبوعين كنت في مجلس القصوم وهناك قدمت مداخلي بعد مسح أجريته أنا بنفسي بالتعاون مع المجلس محلي جمعنا معطيات يتضح أنه 25% 27% من الطلاب اللي بيكونوا بصف أول ما بوصلوا أصلا لهذا الوضع أنه يقدموا امتحان بقرود 27% من الطلاب فلذلك يعني خلينا بلاش ننغر أو نفكر فقط في الجانب يعني مهم أنه نحتفل في النجاحات وإن في نجاحات يعني يعطيكوا العافي لمعالمين اللي اشتغلوا الطلاب اللي اشتغلوا والأهالي اللي استثمروا كثير من وقتهم وكبان من مصريهم أحيانا عشان أولادهم ينجحوا ولكن خلينا من ننساش الجزء الثاني من مجتمعنا اللي هو أكثر بحاجة إسا لا اهتمامنا وأكثر بحاجة أنه تستثمر فيه موارد ويكون نوع من العدالة الاجتماعية لأنه إذا إحنا ما أنقضنا القسم الآخر من المجتمع إحنا رح نظن في وضع لمدارسنا إذا ما وضعنا دكتور سلم أولويات فعلا للموارد أين يجب أن تتركز الموارد فعلا في مدارسنا ومؤسستنا التربوية أنا أعتقد يجب أن يكون هناك عدالة وتفضيل مصاحح لصالح الطلاب المسحوقين أبناء الطبقات المسحوقة المهمشين يعني إحنا بنحكي عن المهمشين اليوم بالذات لما المجتمعنا بعاني من الجريمة بعاني من للأسف أنه أعداد هائلة من الطلاب والشباب اللي فشلت مدارسنا إنها فيه فشل جهاز التربي والتعليم أنا ما بدت أن مدارسنا يعني عيني لأن المدارسنا هي جزء من وزارة التربي والتعليم ككل ومسؤول عن هذه المدارس أيضا بكل النواحي طالما أنه مدارسنا عم تفشل بمنع انزلاق شباب جذب العالم الجريمة أنا أعتقد أنه هذا المفروض يضوء أحمر والمفروض يحتم على هذه المدارس أنه يستثمر بالأساس في هذه الفئة من الطلاب على فكرة يعني القضية هنا هي ليست فقط علامات يعني مدارسنا من زمان كانت مصانع علامات وما زالت للأسف القضية هنا هي بالأساس بناء الإنسان بناء المجتمع القضية هي روح العمل التربة والمفقود لأنه مناهج التعليم لا تلبي بشكل عام احتياجاتنا ولا بتحكي لإلنا ولا لهويتنا ولا لانتماءنا ذلك يعني تقييم المدارس فقط من مركب واحد ووحيد اللي هو النجاح في البقروت بدون منفوط لعمق العماق طبعا المقاييس الأخرى نحن نكون ما منساعد نفسنا أنه نطلع من الأزمة لما نصل لمرحلة بتقييمنا للعمل التربوي تقييمنا للمدارس نشوف نجاحات المدارس بالذات مع الطلاب المهمشين نشوف جودي كما لما نحكي على امتياز ونجاحات في البقروت نشوف نحكي على جودي وتقدم بطبيعة الحال وكما تحدثت دكتور أن بناء الإنسان هو التحدي والمهمة الأبرز أشكرك جزيل الشكر دكتور شرف حسان الباحث ورئيس لجنة المتابعة لقضايا التعليم العربي